تبدأ برلين اليوم تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى ألمانيا وذلك لمواجهة تدفق غير المسبوق للمهاجرين هذا العام وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير في الأول من تشرين الثاني أكتوبر لكنه نشر الجمعة في الجريدة الرسمية نشر الجمعة بهدف تطبيقه السبت ويهدف القانون إلى تجديد القواعد للتعجيل بإجراءات اللجوء والتسليم للمهاجرين القادمين من جنوب شرق أوروبا للتركيز على اللاجئين القادمين من بلدان تعصف بها الحروب مثل سوريا والعراق وأفغانستان وفي لقاء خاص مع أخبار الآن أكد عمار مصطفى سفير السلام حماية الأرض التابع لمنظمة يونيسكو وعضو الحزب الحاكم بألمان يأكد أن قانون اللجوء الألماني تغير منذ 15 أكتوبر الجاري وأصبح أكثر جدية وتمحيصا في أوضاع طالبي اللجوء وأضاف العمار أن طالبي اللجوء من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية سيتم رفض طلباتهم وترحيلهم وسيؤخر بعين الاعتبار طالبوا اللجوء لأسباب إنسانية بالمقام الأول مع التركيز أيضا على محاربة الاتجار بالبشر قوانين كثيرة لكن أحب أن أختصر لك يوم 15 شهر من أكتوبر هذا العام تم تغيير قانون اللجوء وبما أنه أصبح هذا القانون تقريبا أكثر جدية في بعض الأمور وبعض النقاط على سبيل المثال حاليا اللاجئ لربما يأخذ فترة مثل ما أقول لك أنه التركيز على معلوماته والتركيز على صفته والتركيز أيضا على معرفة ما هي الدوافع اللجوء وبعدها يتم حسمه الأمر على الفور لربما هذه الفترة تأخذ من شهر إلى ستة شهور في الكمبات المؤقتة أما الذين تم حضورهم إلى ألمانيا وقدموا بطلبات اللجوء سوف يتم التعجيل بأوراقهم من يصلح لأخذ اللجوء الإنساني أو الحماية أو السياسة سوف يبت في أمره سريعا ومن لا يصلح له اللجوء سوف يتم إبعاده مهما كانت الظروف لأن ألمانيا لا تستقبل حالات الاقتصادية التي جاء على سمي طالب اللجوء لقضي إنساني لا ستستقبل ألمانيا بهذا الموضوع الموضوع الثاني الذي أخبرتك عنه هو بخصوص أنه تعجيل أمور اللجوء وتعجيل حسم مواضيع ملفات اللاجئين التي تأخذها أكثر جدية محاسبة ومعاقبة أيضا تجار البشر والمهربين وكل من له يد بتهريب اللاجئين من خارج أوروبا إلى داخل أوروبا وإلى آخره أمور أمنية أمور كثيرة لكن هذه أيضا رح تعطي أيضا الأمل إلى طالبين اللجوء ليس فقط بالبقاء لمدة أطول في كمبات اللجوء وإلى آخره لا هناك رح تكون أيضا عملية ثالثة التي هي عملية الاندماج والتسرع بعملية الاندماج مع المجتمع الألماني من لديه الإمكانية بإتقان اللغة الألمانية يمكنها العمل ومن ليس لديه الإمكانية باللغة الألمانية يمكنها الدراسة اللغة الألمانية ثم الاندماج والعمل معي عبر سكايب من غازي عينتاب التركية موفد أخبار الآن يمان شواف يمان مساء الخير بداية بموضوع القرار الألماني الجديد أي معلومات لديك معلومات إضافية أعلى بهذا الإطار وطبعا ردت فعل اللاجئين طبعا طبعا ميسون القرار بدأ اليوم حيز التنفيذ كان يفترض أن يبدأ القرار بعد أسبوع ولكن بدأ اليوم القرار أبرز ما جاء فيه أنه وضع ثلاث دول هي من دول البلقان هي ثلاث دول تم وضع هذه الدول في قائمة الدول الآمنة هذا يعني أن الأشخاص الذين ينتمون لهذه الدول سيتم إعادتهم بشكل سريع إلى بلدانهم باختصار أنا توصلت مع عدد من السوريين في ألمانيا منذ ساعة تقريبا وجميعهم قال أنهم متفائل بهذا القرار ربما يساعد كثيرا في تسريع الإجراءات خصوصا بعد العداد الكبيرة التي توجهت من اللاجئين إلى ألمانيا الكثير منهم متفاجئ ولكن أنا كنت سألت أحد المحامين قال لي أن الجديد أيضا في القرار أن ألمانيا أعلنت أن الأشخاص ربما ينتظرون في أول مقابلة ربما ينتظرون من فترة من ثلاث أشهر إلى ستة أشهر ربما هذا الجديد الذي يجهله الكثير من اللاجئين هم يعتقدون أن مجرد ترحيل الأشخاص الذين ينتمون للدول الآمنة فهذا يعني أن الإجراءات ربما تسرع لا ولكن بسبب الأعداد الكبيرة حتى من السوريين والعراقيين ومن الأفغان المدة ستكون أكثر من ثلاثة أشهر ستتمتد إلى ستة أشهر الجديد بميسون هو اليوم ليس فقط ألمانيا ربما الخوف اليوم الجديد في السويد القرار الذي كان الأبرز في السويد أن سويد نحن نعرف سابقا أن كانت سويد تعطي خمس سنوات أو إقامة دائمة اليوم بعد الاتفاق مع اليمين في السويد أعلنت السويد عن قرارات جديدة وهي الأبرز هي أنه ما بقى فيه إقامة دائمة حتى ما فيه إقامة لخمس سنوات الإقامة لثلاث سنوات كانت فيه كتير ناس موجودة بالسويد في مدينة مال متحديدا هي عم بتحاول ترجع أما على الدنمارك أو حتى يحاولوا يوصلوا لألمانيا فعم بتصير حركة يعني حركة يعني عكسية تماما بعد ما وصلوا على السويد تفاجأوا بهذه القرارات فهن عم بيحاولوا يرجعوا أما على الدنمارك أو أما على ألمانيا طيب يمان بموضوع وجودك طبعا بغازي عنتاب وفي كتير من اللاجئين ماذا يقولون لك ماذا تتحدث معهم بعض الغراط الروسية نعرف تفاصيل نحن من بالداخل من خلال المراسلين ومن الخارج ولكن الأشخاص الذين يعني غادروا سوريا ووصلوا إلى تركيا ماذا يقولون لك عن أوضاعهم عن تدخل الروسي أين تضرب روسيا نعم طبعا حالة غضب لدى السوريين من الجرائم المجازر التي تترتكب والاحتلال كما يصفونه والعدوان الذي يمارسه الروس أنا كنت اليوم أتحدث مع بعض السوريين هم يضحكون نوع من السخرية أنه عندما يقرأوا تصريحات وزير الخارجية الروسي أو تصريحات الروسية بأنهم سيحاولون التواصل مع الجيش الحر أو سيقصفون داعش حتى المناطق التي قصفوها أول مبارح في الرقة كانت تستهدف مدنيين ولم تستهدف مقرات مثل ما تروج روسيا لتنظيم داعش يعني في حالة غضب عند الناس وفي الناس يتعامل مع روسيا هذا محتل يعني كيف نحن رح نتحاول مع واحد عم يقتلنا وكل يوم عم يرتكب مجزرة في أكثر من منطقة لحد اليوم لتاريخ هذه اللحظة نحن عم نحكي الغارات الروسية الطائرات الروسية عم تقصف مدنيين الناس كثير منزعجين يعني في حالة احتقان عند الناس خليني أقول لك ربما في إيجابية بهذا العدوان أنه في حالة توحد عن كل السوريين هني مصررين أنه نحن اليوم لازم نكون تتوحد كل الفصائل لازم نتوحد الموقف السياسي يكون في موقف واحد فأنا بأعتقد أنه هذا الأمر لازم يستثمره اليوم كل السوريين سواء الموجودين على الأرض أو حتى الممثلين السياسيين للثورة السورية لا يقدروا هني يفاوضوا من منطق قوة ولكن الناس مثل ما قلت لك في غضب من المجازر اللي عم ترتكب وللأسف الشديد لا في لدعم للجيش الحر لا في لاموضات طيران أكثر من قبل وحتى استخدام أنواع جديدة من الطائرات اللي هي عم تستخدم روسيا هاي الطائرات الانتحارية أنا أشكرك جزيلا يمان شواف على كل هذه المعلومات موفد أخبار الآن من غازي عينتابة تركية